أول تصريح لسفير السعودي محمد الجابر من العاصمة اليمنية سنعاء شاهد ماذا قال إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة آلنا سفير المملكة العربية السعودية محمد الجابر من القصر الجمهوري في العاصمة سنعاء بيان رسميا عن زيارته ومهمتها ونتائجها حتى الآن في سياق سعي المملكة لمصالحة جماعة الحوثي والتوصل إلى صيغة نهائية لمسودة اتفاق خطة سلام الشامل في اليمن تنهي الحرب وتبدأ بمعالجات تدعياتها وقال الجابر استمرارا لجهود المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021 أزور صنعاء وبحضور وفد من سلطنة عمان الشقيقة بهدف تثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار ودعم عملية تبادل الأسرة وبحث سبل الحوار بين المكونات اليمنية للوصول إلى حل سياسيا شاملا ومستداما في اليمن مضيفا في سلسلة تغريدات على حسابه بمنصة تدوين المصغر تويتر وقفت المملكة حكومة وشعبا منذ عقود مع الأشقاء في اليمن في أحلاك ظروف والأزمات السياسية والاقتصادية ولا تزال الجهول الأخوية مستمرة منذ العام 2011 لتحقيق تطلعات أبناء اليمن الشقيق بعودة الأمن والاستقرار والاستهار الاقتصادي وارفق سفير المملكة العربية الصعودية لدى اليمن محمد الجابر بيانة بصور له ورئيس الوفد العماني وهما يتناولان طعم الإفطار جنبا إلى جنب مع القياد الحوثي مهدي المشاط ومتحدث جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام وعدد من قيادات الجماعة في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء قبل بيان السفير السعودي الأول منذ وصوله صنعاء بردود فعلا عدة بينها تعليق مبارك آل عاتي قائلان دولة السلام ورعيها للسلام وتدعم جهود إحلال السلام في كل مكان وتحديدا في اليمن الشقيق فعلاقات الأخوة بين المملكة واليمن أزلية قائمة على الصدق والوضع في كل المواقف وعلى المصير الواحد إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة